على موضوع أم علي الآن المثلث العاطفي أم علي أم علي زاوية من زوايا المثلث الزاوية الثانية المستغلين لهذا الأمر الزاوية الثالثة المحاربين لهذا الأمر يعني دائما تجدون الأسرة فيها معارضات هذول يؤيدون العشاء والغداء والجلسة عند الوالدة الطرف الثاني يقول لا أتعبتوها وأتعبتو بيت هلي وأشغلت أموهم وطرف ثالث ربما يقول لا تتعبون الوالد والوالدة مراضة ولا تكثرون عليهم وطرف خامس يقول مثلا لا تجون إلا بعدد قليل ولا تجون بكثرة طيب حنا في النهاية خلونا نرجع للوالدين أول شيء سنتكلم حنا حديثنا اليوم عن المثلث العاطفي هل الأب والأم يمتلكون ساعة الصدر هل يمتلكون مهارة الاحتواء والتوجيه أم أن الوالد والوالدة يتعبون ويمرضون وربما يرهقهم السهر ويرهقهم الإزعاج ويرهقهم هذا الأمر إذن الواجب على الأبناء وعلى البنات أن هذا نوع من أنواع البر أني أنا أعين والدي في هذا السن فكثرة الزيارة نقول لكم بكل صراحة قد يحبها بعض الآباء والأمهات يحبون عيالهم جنوب يومياً يحبونهم وهذا واقع يعني لكن لا يحبون الإطالة المكلفة والمزعجة ثم إذا كانوا يجلسون لوحدهم في دوانية وإن في المجلس أيضا معناها ما يجلسون مع الوالدة الأمر الآخر أنا أدعو من على هذا المنبر إلى أننا إذا كبر الوالد الوالدين لنتعامل معهم كما قال الله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة قل ربكم أعلم بما في نفوسكم يعني تتعاملون معهم ما هو مصلحتكم ما هو الذي تريدونه تتقرب لأبيك عشان مصالح فلوس ولا عشان بطاقة صراف ولا عشان يسجل شيء باسمك ولا أمك عشان تعطيك ولا تبذلك ولا تكلفك ببعض أمورها إن كانت مقتدرة ماديا أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورة قال وات ذا القربى حقه المسكينة وابن السبيل ولا تبدر تبديره ثم قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البس يعني صعب أنك تتعامل مع والديك أنت بمثل هذه السياسات لذلك الله عز وجل في البداية قال وَوصَّيْنَا الْإِنسَانَ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّ قَالْ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا حاول أنك تتعامل معهم بجميع فئات أعمارهم بالإحسان بجميع فئات أعمارهم إن كان عمرهم في الثلاثين ولا في الأربعين ولا في الخمسين ولا في الستين ولا في السبعين ولا في الثمانين ولا في التسعين كل مرحلة عمرية تحتاج إلى إحسان معين فقد يكونون كما قالت الأخت الآن إلى إحسان آخر كوني أنا في هذا العمر أرهقها بالطبق وأرهقها بالعمل معناها أنا لم أريحها معناها أنا ما حرصت على أنني أريحها لذلك المثلث العاطفي يقول ينبغي على الأبناء ذات الأسرة الواحدة أن يفكرون أن يكونون حلف خير داخل البيت على التعاون على الألفة على المحبة وأن نبتعد عن المكدرات نبتعد عن المركدرات عن المنغصات لأننا أمامنا كلنا بناء أسرة متعاطفة متراحمة متوادة متعاونة متآلفة متراحمة وبهذا الصدد أقول أيضا ينبغي على هؤلاء الأبناء بالذات اللي يسهرون بيت أهاليهم وقد جعل لهم مجلس واحد وريحوا حريمهم ما شاء الله عجيبين والله بعض الرجال و هذا كله بصراحة عجيب يا أخي ريح أم تريح أي ريح زوجته تريح ما يريح فيها أمه ولا بيتها له يعني إن جاله ضيف يعني عذروني في الكلام اللي بقوله الآن إن جاله ضيف وده بيتها له إن استقبل معازيم ودههم بيتها له إن جاله زائر وده بيتها له وبيتك أنت هذا و أمرتك و ليه ما تستقبلهم في شقتك و ليه ما تستقبلهم في بيتك و ليه ما تعزمهم عندك يعني بلعك جزاك الله خير قد يكون بيتها لك أوسع أو أكبر لكن دائما كل ما جاله ضيف حياك الله أرسل لك الموقع الموقع وين بيت الوالد الموقع وين عند الوالده يعني استغلال استغلال مرهق متعب و بعضهم يعرف أن الوالده طيبة و لا ترد لها طلبات و لا ترد لأمر و لا يتكلف يقول له يا أم يمتي جهز العشاء و اللي عندنا ضيوف اليوم و لا من هذا القبيل لكن طيب ليش أنت عاطي زوجتك إجازة و عاطي بيتك إجازة و مريح ما شاء الله الطاقة من اللي عندك كله فضل يا أستاذ عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته و أسعد الله و أتفضل يا أبو عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته